سلام عليكم ازايكم حبيبة عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير نهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة من وصفات الحلويات تحفظة لو نفسك تكلي حاجة حلوة سريعة وبسيطة مكوناتها موجودة عندك في البيت مش هتلاقي احلى من الوصفة دي هنعمل حاجة كده ما بين الشكلامة وما بين البسبوسة بس قبل ما نبدأ الفيديو حاب اقولك لو اول مرة تشوفيك قناة ياريتش تريكي فيها ولايك وشير ازا عجبك الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة على طول هنحتاج تلت كوباية من الحليب عليها تلت كوباية من السكر وتلت كوباية من السمنة ونقطتين من الفانيليا السيلاء والبودر هنبدأ نحرك المكونات كده لحد ما نطمن ان السكر ابتدى يدوب في اللبن والسمنة ممكن طبعا نعملها بزبدة لكن نشحين فعنا نعملها بزيت علشان ما تنشافش بعد ما ندوب المكونات كويس هنحط عليها معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز واللبن اللي انا حطيته دافي علشان الجلوكوز يبدأ يدوب فيه كويس انتوا عارفين طبعا بيبقى متماسك شوية حتى لو مش خطاه في التلاجة بيبقى ليه قوام كده تقيل شوية فعلشان يدوب يختلط بالمكونات انا بحط اللبن يكون دافي او اقرب للساخن شوية كده تمام خلصنا المكونات السيلة هنبدأ بقى في تجهيز المكونات الجفة هنحتاج كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة عليه كوباية من الدقيق الأبيض وكوباية من جوز الهند ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح صغيرة خالص نبدأ بقى كده بالمعلقة نقلب المكونات الجفة دي كون لها ونخلطها كويس لحد ما كلها تختلط ببعضها تبقى حاجة واحدة هنجيب المكونات السيلة ونضيف عليها المكونات الجفة كلها ونبدأ كده نخلط بالمضرب تقليبة بسيطة وبعدين حتى تجلم المكونات بايدي طبعا على حسب حالي العجينة دي بيختلف من نوع لنوع في نوع بيشرب السوائل في نوع تاني بيطرد السمنة فعلى حسب حالي العجينة انا هنا العجينة كانت عندي سيلة لسه شوية فاحتاجت ان انا زودت لها نص كوباية تاني من الجقي الأبيض كده خلاص لميت العجينة وباقت متماسكة هي العجينة بتبقى طرية شوية حواريكوا كده قاومها شايفين بتبقى عاملة زي عجينة الغريبة شوية متبقى شنشفة قوي ولا بتبقى طرية قوي هبدأ اجهز السواني حد هنا دهنة زيت صغيرة خالص بالفرشة وبرضو حد هنا ايدي زيت علشان اسهل تشكيل الكرات اللي انا هشكلها بتاعة الكرات البسبوسة هبتدي كده اخد قطع صغيرة من العجينة على قد اللمونة وهعملها كور كده عادية خالص وحرش الصينية طبعا وانا شغالة بكون مشغالة الفرن يعني اثناء التشكيل مشغالة الفرن على درجة حرارة 180 اعملت معايا الكمية دي صنيتين زي ما انتوا شايفين هدخلها الفرن على رفة اوسط على الشبكة هتقعد تقريبا ربع ساعة بس لحد ما تاخد معايا اللون ده بالجميل ده كده خرقتها خلاص هبتدي بقى وهي سخنة كده هزقيها شربات كنافة اللي هو بيبقى تقيل شوية اللي هو المكونات بتاعته كوباية ونص من السكر عليهم كوباية من الماء وعصرة لمونة طبعا ونقطة فانيليا وحكتب لك كل المكونات بالتفصيل في صندوق الوصف مكونات كرات البسبوسة وكمان المكونات بتاعت الشربات وبالنسبة للصناية التانية هنا رستها في طبق التقديم وبردو زايتها من الشربات طعمها تحفى تعتبر كمان من الوصفات الاقتصادية الموقزة يعني لو جايلك ديوفة هلا فجأة كده ممكن تعمليها زي ما انت شايفة كده ما فيهاش بيد مكوناتها بسيطة وبس كده خلصنا يارب تكون عجبتكم وما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب للقناة كنت معاكم في قناة قلز وقشها شكرا لكم سلام عليكم